هو سؤال لحكام مصر حكام مصر الحاليين وحكام مصر السابقين خبراء ومحللين في الاستوديوهات التحليلية يعني المعيار ايه؟ يعني المعيار ايه؟ ممكن نبتدي بالقصة دي في حلقة النهاردة وتعالوا نشوف ركلة الجزاء اللي اتحسبت لسموحة امبارح اللي كانت ممكن تكون مشكلة كبيرة جدا 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 لو كانت نتيجة المباراة 1-0 ركلة الجزاء اللي اتحسبت على رامي ربيعة في نهاية المباراة اختراق من حسام حسن من ناحية الشمال تاكلينج من رامي ربيعة هل ديت حسب الدار بالجزاء وممكن يكون قانون الكرة او قانون التحكيم بيقول انه ده اعاقة في منطقة الجزاء تستوكب ركل الجزاء نشوف هنا بقى من الزاوية دي هل فعلا رامي ربيعة التاكلينج بتاعه تدخل فيه على حسام حسن وهل الكرة دي تستدعي انها تتحسب ركل الجزاء ضد النادي الاهلي تاكلينج رامي ما حصلش فيه اي احتكاك او سبب فيه اي اعاقة بالعكس حسام حسن هو اللي رامى نفسه فوق جسم رامي ربيعة والحكم صفر وحسبها ضرب الجزاء انا هتفق وهقول انه ماشي الكرة اللي احنا شفناها دي واللي انتشفتوها بالزات لقطة الاعدام الكاميرا اللي ورا الجول تتحسب ضرب الجزاء طب تعالوا بقى انشوف دي الكرة اللي حصلت في نفس المكان لكن في مطش الاهلي وسيراميكا علي معلول اختراقه وتدخل المدافع عليه ممكن نعيد الكرة دي بالتصوير البطيء دي الاعداء اهي هنا علي سبق بالكرة ولعب سيراميكا ما لمس الكرة ما وصلش للكرة اللي وصل للكرة الاول علي معلول بسرعته هل هنا تقدر تقول ان فيه تدخل كتف في كتف مفيش كتف في كتف الرجبة ففقدت علي معلول وبالتالي حصلت اعاقة مع سرعة اللاعب بيبقى تزانه او قدرته على الحفاظ على تزانه ضعيفة جدا التدخل ده ما يعتبرش اعاقة اوضح بكتير جدا من لعبة حسام حسن ورامي ربيعة الاهم بالنسبة لي ان دي ما تحسبتش ضرب الجزاء وانتهت المباراة بالتعادل تدخل واضح وصريح واعاقة واضحة وصريحة ولعب سيراميكا من المس الكرة هو بس هنا السؤال المعيار ايه ايه اللي يتحسب وإيه اللي ما يتحسبش عايزين نوحد المعيير لانه طبعا طبعا لو ماتش مبالح كانت نتيجة 1-0 وديت حسبت ضرب الجزاء كان ممكن يكون فيه مشكلة كبيرة جدا